مش يتخدر احنا مقابدين لا لا مسافة السيك سلام عليكم ازايكم الحقيقة في اخبار مهمة جدا وخطيرة جدا خارجة من الخليج ولازم تعرفها لان الاخبار دي بتاعي التتسارع يعني قبل كده كتمشي ببطء شوية دلوقتي احنا منتكلم على احداث متسارعة كتير جدا بس قبل ما اخش في موضوع الخليج واللي بيحصل في الخليج خليج اقولك ان يعني الخليج مزع على الممثلة مهمة جدا وهي انجلينا جولي يعني انجلينا جولي على اخيرها ليه تعرف شركة مارفل مارفل دي اللي عامل افنجرز الملحمة بتاعت افنجرز سلسلة الافلام انكسارات الدنيا دي هتعمل سلسلة جديدة بقى من الافنجرز دي او حاجة زي الافنجرز كنا بس بتبتدي السلسلة دي بفيلم اسمه The Eternals The Eternals دي مشاركة فيه انجلينا جولي والفيلم ده المفروض يتعرض الايام القادمة الا ان في مفاجأة كبيرة جدا دول الخليج كلها سحبة الفيلم ده من عندها قلتلك مش هيتعرض عن دين موضوع ده كانت مفاجأة لشركة مارفل نفسها يعني شركة مارفل قلتلك ايه ده ازاي يعني خسار كبير يعني ايه ما يتعرضش في الخليج احنا كده هنلبس بحقيقة ان دول الخليج علقت وقالت على فكرة احنا مش هنعرض في فيلم ده لان فيه احداث بيمثلها couples او اتنين مع بعض تعرف couples ده يعني رجل وستة في الفيلم ده اتنين رجالة مع بعض انا مش عاوز اوضح اكتر من كده يعني في حاجات بقى رينبو يعني مش عاوز اقول الكلمة بس دول الخليج اعترضت على حاجة زي كده خاصة ان الفيلم ده هيعرض للأطفال مينفعش الاطفال يبصوا على حاجة زي كده يعني فيها بقى من كبار خاص يعمل الكبار فهمه الصوارين يتربوا على حاجة زي كده ازاي عن رابد اطفالنا على على السلوك اللي مش تمام ده اللي جاهلنا من خارج مش للدرجات دي يعني كفاية اللي انتوا بتعملوه فينا والافلام اللي انتوا بتعملوها دي وبتبعتها لنا فالحياة السعودية وقطر وكويت اكتر من دولة خارجية شارت الفيلم ده من عندها مين لزعل انجليا جولي للسيانان او تصريح للسيانان طلعت انجليا جولي تقولك على فكرة ده جهل يعني ايه تشيلوا فيلم للاطفال يعني ده جهل يعني ماينفعش تشيلوا فيلم للاطفال هي مش مركزة بقى على حتة المثلية او الحاجات دي هي مش مركزة عليها هي بتقولك لا ماينفعش تشيلوا فيديو والخسائر حتلاحق شركة مارفل بخصوص الفيلم ده ده اول جزء ما يخص الفيلم بتاع مارفل دي كانت معلومة لازم تعرفها مش بقى على خبط كبير ومهم تعرف علاقة جو بايدن بالسعودية مش ولا بد يعني الراجل ده من هو في الانتخابات هو بيتوعد وليه لعد سعودي واول ما جي قالك انا مش هتكلم مع وليه عادي انا هتكلم مع ملك ماينفعش وليه عادي يقضي تكلم معي مش هنهرج يعني انا مقامي مقام ملك ملك السعودية يتصل بي يتصل بي انما اللي كان بيحصل ايام دوران ترامب ده مش هتكلم وعد يتوعد يتوعد وعاوز اقولك ان في 4 نوفمبر الاف بي اي بتحاول برضو تربط اسم السعودية بعمليات ارهابية او ب11 سبتمبر محرفش ليه يعني انا مش حالف ليه ليه الشور ان السعودية ليه علاقة ب11 سبتمبر وعلى فكرة السعودية طلقت بيان وقالت احنا زودنا دور العالم كلها باسماء الارهابيين عشان ما تجيش تقولي اسطنا ليه دعوة خلاص السعودية عملت لعليها واكتر ليه محاولة الربط فجو بايدن علاقته مش قدي كده بالسعودية والعلاقات مش ولابد الا ان مفاجأة غريبة جدا حصلت لازم تقف عندها وهي ان جو بايدن وافق للسعودية على صفقة ضخمة جدا بالسواريخ صفقة ضخمة جدا صفقة ب650 مليون دولار معايش حتيجي تقولي 650 مليون دولار دي مش صفقة ضخمة لأ 150 مليون دولار على نوع صاروخ واحد احنا تتكلم على نوع صاروخ واحد السعودية داخل 280 صاروخ من الامرام 120C او الام 120C وعلى فاكرة كنت جبتلك مقالة من بتقولك ان المصريين تفاوضوا على الام 120C ده وبنتاجون رفض قالك لا ماينفعش والله اصلي في مشاكل وفي علاقين ماينفعش ندير مصر والحقيقة الام 120C هو نفسه كشف ان امريكا مش هتدي الام 120 ده لمصر عشان مايقصرش على قدرة القواة الجوية لمواجهة اسرائيل او مايخلش بتوازن القوة بينها وبين القوات الجوية الاسرائيلية خاصة ان ده صاروخ مهم جدا وقوي جدا في اسلاح الجو يعني خليباك ده صاروخ حديث جدا متوسط المدى صحيح بس مهم جدا ان هو يسقط طائرات يتعامل مع درونز او مصيرات فكون ان امريكا تدي الام 120C لسلاح الجو السعودي دي خطوة فارقة خاصة دي اول صفقة عسكرية جو بايدن يوافق عليها للسعودية بالقيمة دي 650 مليون دولارة فعلى فكرة موقع باهيل واقف عند الموضوع ده وبشرحولك بالتفصيل بيقولك دي صفقة عسكرية مهمة للسعودية والادارة الامريكية لما افراجت عنها في تحول جريب كل الناس على فكرة في امريكا وقفين عند الموضوع ده بيقولك جو بايدن بيرجع في عوده قال ان هو هيوقف للرئيس السيسي وفي الاخر ماوقفش قال ان هو هيواجه السعودية ما بيواجهش الراجل وافق على صفقة الايم 120 سي ده اسلاح الجو السعودي وقال ان ده بيعزز امن حلفاءنا وده اللي خرج على فكرة من بيان رسمي او ملي ستيت اللي تم الافراجة عنه ان ده بيعزز قوة حليف مهمة اللي هو السعودية وامنه واستقراره لمواجهة تحديدات بس حقيقة موقع ذاهيل كشف مفاجئات كبيرة اوي بيقولك على فكرة الصفقة دي لما تمت حقوقيين هاجموا قدارة جوبا ده مش بس كده اكتر من نائب ديمقراطي اعترض على الصفقة دي مين الهان عمر الهان عمر اللي طلقت متجوزها اخوها دي اعترض على الصفقة قالت لك لأ يعني السعودية تحد اسلاحة اولجل صعدية تخدش حاجة وصى السعودية تحد اسلحة ياهية صفقة ضخمة من السواريخ بس دا نوع واحد ا��게요 السعودية لما تعمل صفقات ضخمة باكتعمل بالمليارات بالمليارات فقال هانا عمر قلت لك لأ طيب مين تاني تدليو تدليو ده برضو نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا قلت لأ ما تاخدش حاجة زي كده بس دايما لهاش متاخدش في واحدة تانية اسمها سارة جايكوبس سارة جايكوبس برضو سجلت اعتراضها هي سارة كويسة برضو بس يعني هي سارة كويسة بس هي اعترضت ليه عشان الصورة دي اللي هي واقفة مع باراكوبا وانت عارف سياسات باراكوبا ما كانش حسن حاجة فبرغم موافقة جو بايدن عالصفقة دي وان هو ادى كل الورق وكل التأشيرات المطلوبة لتمريل الصفقة في توجه غريب للقدارة الامريكية الا ان ده بيتناسق تماما تماما مع المقار اللي انا جبتها لك بتاعت فورن بوليسي اللي هي بتاعت مستشار سابق في الاقدارة الامريكية لكذا اقدارة امريكية وطلع قال على فكرة سياسة جو بايدن كده مع الايرانيين جلس راجل ده كتب مقالة فورن بوليسي انوان المقالة كده بيقولك ايه بيقولك للوصول لاهداف امريكا الدبلوماسية يجب تهديد ايران بالحرب او يجب الخيارة العسكري يكون ما تروحها الطولة الحقيقة المقالة نفسها تشدك وتخش بقى في الموضوع ويقولك لو جيت تبص هتلاقي ان اهداف جو بايدن كتوضحة جدا وهي ايه قالك اقدارة جو بايدن كتعاوزة حاجة واحدة من الايرانيين ان هم يرجعوا تاني على طورة المفاوضات ده يعتبر ابرز نجاح او ده الهدف الاساسي من اقدارة جو بايدن او هدف هساني ليه قالك الله انا لو اقنعت الايرانيين ان هم يعودوا تاني بعد اللي عملوا فيهم دونالد ترامب هيبدأ انجاز ان اول ما يعودوا انا هقدر اقنقهم ان هم يحطوا ببرنامج النووي بتاعهم ده في الصندوق في الصندوق يعني في جيبهم يعني يخبوه شوية يكمروه اول ما يكمروه بقى نوعا بقى نتكلم على حاجة تانية او اكبر وهي نتكلم بقى على اتفاقية ملزمة كبيرة جدا لمدة اطول بكتير حوافز كتيرة جدا مقابل رفع العقوبات على البنية التحتية الايرانية اللي هي الحد 20-30 دي يعني امريكا فرض عقوبات قصية جدا على النظام الايراني بخصوص البنية التحتية بتاعته قالك والله اول ما يرجعوا ونتفاوت حنتفاوت بقى ان احنا نشيل العقوبات دي على البنية التحتية ونقض نتكلم حي يا ان الكلام ده الواضح كده مكلش مع الايرانيين ليه؟ لان اولا ايرانيين كانوا مقرصين من دونالد ترامب لانهم بعقدوا نفس الكلام ده مع اوباما وفي نفس الوقت جي دونالد ترامب وشالمه دونالد ترامب الراجل بينصح ادارة جوبا ايران لازم تحس بالحرب او تخاف من امتلاك كمبيرا نوية لان الايرانيين افتقدوا التهديد او الخوف من امتلاك اسلاح نوية ابتدوا ياخدوا الامريكان بنوع من انواع التهريج الراجل بينصح ادارة جوبا دن ان لازم يوري ايران العين الحمراء فاول حاجة بينصح بيها بيقولك افتح بقى التسليح لاسرائيل ووريهم ان اسرائيل هتبقى قادرة انها تاخد قنابل ومسايرات وقاذفات ممكن تروح لايران وتكسفها تاني حاجة قطر الدوريات العسكرية مع الدول الحليفة في الشرق الاوسط ده حصل لما البيوان طافت وراحت عدت قناة السويس وبعدين طلقت على اسرائيل وبعدين رحت عالباحرين والسعودية فالكلام ده كله الظاهر كده للادارة الامريكية بتطبق نفس السلوك او نفس النصائح اللي بيديها للراجل ده الكاتب في فورين بوليسي وماشي على نفس النهج انها بتسلح حلفائها في اشارة تهديد لايران لو احنا قادرين على استهداف ايران او قادرين على تسلح حلفائنا لاستهداف ايران خاصة ان فيه حدثة لسه حصلة اول امبارك ايه اللي حصل بحرية الايرانية قالت انها قدرت تفرج عن ناقلة بترول كانت امريكا عادت تحتاجزها دي سابقة خطيرة او مرة تحصل في التاريخ يعني امريكا تحتاجز او تعوز تحتاجز ناقلة نفط ايران تفرج عنها او تتدخل الافراج عنها حقيقة حدثة مش مفهومة يعني بص اللي حيشرح حلقة اكتر في فيديو ده بس كده ناقلة نفط ايرانية تغادر سواحل البلاد بحسب الحرس الثوري تقوم القوات الامريكية هناك بمحاصرة الناقلة والسيطرة عليها تتدخل قوات النخبة في بحرية الحرس الثوري وهنا نسمع للمرة الاولى بان الحرس نفذ انزالا عسكريا وسيطر على الناقلة النفطية واستعدا طبعا فيديو ناقص وفيديو مش صحيح والتلفزيون الايراني عمال يطخ اي كلام عمال يصاعد بس خليه بقى لك ايران ما وقفتش عند هنا ايران بتقولك على فكرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وصل 25 كيلو جرام يعني قدرنا لاحصل على يورانيوم مخصب ده كارسي ده ايران دخل عالكم بالان هو ايه ايه اللي حيحصل ايران عاوز الحرب ولا عاوز السلام محدش عارف ايه الامريكان نفسه مش عارفين محدش عارف في الدنيا ايران عاوز تعمل ايه بعد كده بتهيقلي ايران نفسها مش عارف انا انا بتهيقلي ايران نفسها مش عارف عاوز تعملين لان اللي بيحصل ده تهريب ايران كل يوم بتطلع السفز الغرب بتقولك احنا راجعين وتاني يوم بتقولك احنا خصبنا للايرانيوم وحصلنا على 25 كيلو جرام يعني ايه وزي الامريكان سكتين لحد دلوقتي عاما عملين تدوا اسلحة للسعودية وزي ما قلتلك على فكرة احتمال الفاد والباتريتر الكعب التاني السعودية في اشارة لاستخدام العصى والجزرة تاني وان خلاص الامريكان ممكن يساعدوا ضد الايرانيين حتى بعد ايران معللت عودتها للمفاوضات وانضرها محد شكل ايران هل سقفها او عاوزة توصل لأقصى سقف ممكن عشان تتفاوض عليه وتاخد امتيازات اكتر من الامريكان وتاخد ضمانات اكتر من الامريكان مش هيعرفوا يخضروا بيها زي ما دونالد ترامب خضر بيها ولا ايران عاوزة بالفعل كنبيل النوية ولا جيت قلتلك على فكر راجب تلك فورن بوليسي بيقولك اللي اتنين واحد يعني لو وصلت للسقف معنى كده ان انت عندك قدرة تحصل على كنبيل النوية ولو حصلت على كنبيل النوية كارسة سودة فايران ما بيتش خايفة خلينا نشوف الايام بتمشي ازاي بس تاني محدش عارف ايه اللي هيحصل قدام عشان بس ايه محدش ييجي يقولك انا وجهة ناظري وانا رؤيتين مستقبلية الامريكان نفسه مش عارفين امريكان بيتعاملوا مش عارفين وخلي بالك كون ان جو بايدن يسمح للسعودية بامتلاك السواريخ دي حتى لو هي صفقة مش العظيمة صحيح او مبلغ كبير على سواريخ بس في الاخر هو سمح بصفقة عسكرية للسعودية فعز ان جو بايدن يعني قلب على السعودية بشكل كبير تعالى فكرة جو بايدن طلع يكلم اوبك ده ناقص يبوس ايديهم يا جماعة على حاسب بلومبرج يا جماعة الجهود ما خلصتش ان انتوا تنزلوا اسعار ابوس ايديكم افرجوا عن كمية بترول اكتر عشان الاسعار تنزل ووبك مكملة يعني السعودية مكملة هترفع الاسعار هترفع الاسعار فسياسات امريكا مع السعودية مش احسن حاجات بس الواضح ان الحرب اقرب كتير من السياسات الخلافية بين الدولتين دول الواضح كده هنشوف الامات جاية ايه اللي هيحصل فيها يا رب مكنش رح تلك الموضوع بشكل وبسط ده فيديو كده عالصبح عشان تعرف ايه اللي اخباره اللي بتحسب في الخليج ان شاء الله فيديو جاي فيه مفاجأة انتظرها بقى عشان مفاجأة مهمة اشوفكم الحلقة الجاية سلام يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين من الضلين ومن الخينين ومن الخلق اللي بين من اهلكي متسوسة يا محروصة